هل ترون الوصف أو لا؟ نعم، نعم سأقوم بكم على الشات الآن سأقوم بسرعة لكي أتنسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الثلاث حاجات الأساسية اللي احنا شايفينهم وعندنا بادي وعندنا كونكلوجين الابستراكت جواه سبع حاجات اللي هو الكوفر بيج والليتر او الميمو والترانسمتر والتابل والليست والليست والإلستراتيشن والإجزيكيتف سامري والإنترودكشن البادي بيبقى فيه اللي هو بيبقى فيه وبعديها فيه الابنتيسيز الكونكلوجين فيه ونساعد بيحط الكونكلوجين ولكمونديشن ساعد بنفسرهم ساعد بنحطهم جنب بعض زي ما احنا شايفين هذا ينفع وده ينفع تمام هنمسك حاجة حاجة ونقول الكوفر او التايتل بيج فيه حبة زي الاسمتر المفروض تبقى موجودة في الكوفر او في التايتل بيج المفروض تبقى اتراكتب اتراكتب لازم اضع اربع حاجات البروشيك تايتل الكلين او البربير فور مين اللي انتبعت له البروشيك ده مين اللي عامل البروشيك ده اللي هو اسمك اخر حاجة date of submission يبقى الكوفر بيج اتفقنا انها لازم تبقى اتراكتب لازم تبقى informative فعشان تبقى informative لازم تحط فيها البروشيك title لازم يبقى فيها اسمك واسم اللي رايح له date of submission هل ممكن يكون تبقى attractive وتكون طبعا تخص الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه ده example cover page التايتل اللي هو موجود وينسلو جورجيا prepared for the city of وينسلو prepared by الشركة اللي عملته november 13 1996 وتصور عشان يعني ايه هيا دي عشان الحفاظ على حاجة معينة فدي صور بتدل على يعني على حاجة عن البيئة عشان الكريك دي يعني زي ممر مائي او كده او كده طيب الليتر او من قبل كده ما نبتدي نشرحي بشوانسين امتى يبقى اسمه واسم امتى يبقى اسمه ميمو اف ترانس هيا بشوانسين ميمو ودين الكمبنى واللتر لو حد براك حلو ده انت كده عرفت من اللي احنا شكرا قبل كده انه هو لو احنا هنبعت لتر يبقى اوتسايد the company لو ميمو يبقى انسايد the company يبقى البروشيك ده متقدم انسايد the company يبقى بيبقى شبه الجواب يبقى وبعد الكوبر بيج يبقى اسمه ايه memo of transmittal وبيبقى واخد شكل الميمو لو انت هتبعت البروشيك ده اوتسايد the company فبيبقى اسمه letter of transmittal وبيبقى ايه واخد شكل اللتر بيبقى على طول بعد immediate after the title page بيبقى في ملخص include measure points from report بيبقى لازم single spacing بيبقى rugged edge بيبقى one page بس ده اكزامبل ده اكزامبل كده من اللي هو transmittal طب ده كده بالحطة اللي احنا شايفينها دي ده يعتبر letter ولا memo of transmittal ها 18 20 كده letter letter ليه letter طيب اقول في ليه letter عشان هنا ده الشكل بتاع letter لو خلي بالي لو انا رجعت للممو الممو بيبقى دايما بيبقى فيه subject line تمام طيب في ايه ثاني include measure points from report طب تعالوا كده نقرأ هنا على title title كده مكتوب فيها ايه او الحتة بتاع المرج مكتوب list project title as it appear on title page يبقى هنا كتب project title ده جايبه من cover page وبعدين give brief statement of project information لخص بسرعة اللي حصل في الموضوع وحط major points from report يبقى الكلام ده حط لي major point الموجودة في report بعد كده بيجي table of content very readable white space في indentation وفي page number طبعا specific and concise يعني مكتوب في heading صح بيبقى في اكتر من heading او يعني sub heading ممكن نوصل لثلاثة او اربعة اللي اكتر من كده ممكن تسيبها مش لازم نكتبها في table of content وبيبقى في list of mdcs او اللي هي بيان المراجع وده شكل table of content من قبل كده ازاي ايه الطريقة اللي انت تطلع بيها table of content automatic او ايه الطريقة اللي بتطلع table of content automatic automatic بشكل style مثل ما قلناها المرة اللي فاتت بتيجي على فوق كده في الورد وبتكتب زي الـ insert كده وبتعمل الـ table of content هو الورد نفسه بيطلع لك الـ table of content automatic مش لازم ان انت تكتبه هو بيطلعه بالـ page number بالـ indentation بكله بيطلعه ايه؟ الـ document map بتبقى زي الـ thumbnail كده عندما تدوس هنا على الـ heading ده توديك للحطة يعني الكلام ده يقل بإيه؟ hyperlink تمام؟ فهمنا بشيء الفرق بالنسبة لـ table of content اللي عندنا ده في كام في كام level من الـ heading خمسة؟ لا خمسة كتير قوي بشوانس رجع نفسك كده ثلاثة؟ أربعة؟ لا هو الثلاثة مش اللي هو الـ test نعم؟ مش اللي هو الـ الـ executable و الـ field والـ test conversion لا انا بتكلم كام level الـ field investigation ده اللي هو كأنه 1.1 وبعدين الـ physical ده test ده الـ level الثاني وبعدين الـ air temperature ده الـ level الثالث فهمت قصدي بشوانس؟ كام level من الـ heading؟ نعم نعم الـ formatting لازم يبقى طبعا الـ report مكتوب بـ font كويس بـ size كويس الـ paragraph تبقى aligned left أو center أو right وتبقى justified يستحسن انه تبقى single spacing ويبقى فيه indentation proper وده formatting عام list of illustration انتم متخيلين لـ list of illustration ايه هي list of illustration الـ points مثلا هشرحها في الـ document او الـ report الـ نعم يا شامسين list of illustration دي اللي هي list of table و list of figure مش حضرتك بيبقى عندك كذا table في الـ report فإنك عندك كذا table في الـ report فعشان تعرف الـ tables دي في انهي صفح فبنعمل حاجة اسمها list of table وعشان نعرف الـ figures دي في انهي في انهي برضو pages بنيعمل list of figures غالبا بتبقى في separate page غير table of content وبرضو هي number و title و page الـ number و title اللي هو citation بتاع الـ table او الـ figure و page number زي table of content ربما نحن نحن separate list of tables و list of figures وممكن لا list of illustration list of illustration كتبنا الـ figure figure one figure two و هذه الـ page number table table one table two و اسمه كذا الـ title بتاع الـ figure دي و الـ page اللي هي موجودة فيه مشكلة في الـ list of illustration دكتور يعني ايه tab setting الـ و ايه ها ماوجودة في السلائد زي زي ايه ايه لا بنيها بقى ايه 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 خلص إنّاً ما يبقى التاب إنت لما تدوس التاب ساعت بيعمل مسافة كبيرة شوية اللي هي لما أنت بتبطي جواب بتكتب دير فلان بتسيب مسافة شوية وبعدين بتبطي البراجراف من الأول تمام فالمسافة دي ممكن تبقى تحددها يعني القناة بتاعها ما يبقى كبير قوي ما يبقى صغير قوي يعني ما يبقى في قول نص الصفحة هيبقى مثلاً في حتة معينة معقولة شكراً دكتور يا شونس في مشكلة في يا شونسين في مشكلة في يبقى يبقى list of illustrations ويبقى فيها list of tables و list of a figures ممكن يبقى في حاجة واحدة وممكن أن نفصل لهم على بعد الـ Executive Summary هذا الـ Executive Summary يبقى لـ Decision Maker ليس من تكنيكال جارجون يعني لا يوجد دعاء بالمقصطلحات التكنيكال لا يبقى فيه يبقى أيضا صفحة واحدة يبقى فيه conclusion and recommendation مهمة وهو لا يوجد دعوة بالbody of the report ويبقى مكتوب في هيئة paragraph لكي الناس الذين هم أصحاب القرار يقدروا أنهم يأخذوا قرار من غير ما يجب أن يقروا كل الـ report يعني ما هي الكلمة التي أريد أن أعرفها written last يعني ما هي written last إنها مكتوبة في الآخر مع أنها على فكرة في الأول الـ executive summary ده في الأول صحة ولا غلط يعني إحنا لو جدنا جدنا الـ executive summary ده قبل ما بتخش على الـ report صحة ولا غلط يا بشوانسين إحنا دخلنا على الـ report هنا أو لسه؟ نعم لسه مدفنش بس الـ executive summary موجود وما الـ written last دي ممكن بعد ما تكتبها يعني هي بتكتب بعد مسيادتك تكون خلصت الـ report الـ report تمام؟ ده مثال executive summary كده نشوفه مكتوب مكتوب زي مكتوب الـ title executive summary مكتوب على شكل paragraphs نشوف بقى كتب إيه هنا في margins كده للشرح بتاع الكلام ده summarize purpose and scope of report في الأول اللي إحنا عملنا الـ report ده describes major finding and conclusion كتب الـ finding and conclusion المهمين includes main recommendation from report text يعني إيه from report text يبقى من التكست بتاع الـ report كتب يعني الحتة دي موجودة في الـ report تمام؟ طيب انتو فاهمين الـ report اللي إحنا عادين يجيب منه ده بيتكلم عليه؟ لا الـ report ده شركة عملته زي ترعى كده وبتشوف فيه كمية التلوث فاخدت منها حاب التس وبتشوف عليه الشركة اللي اسمها اسمها مكدف عملت حاب التس على ممر مائي كده وطلعت منه الجريك اللي هي ممر مائي يعني ترعى كده سغنططة طلعت report وقدته لناس معين للشركة اللي طلبها يعني فبيقول لي هنا describe and summarize the purpose of the report او بيقول لي the city of Winslow hired a Macdiff incorporate to perform a pollution study of Wildwood Creek the section of the creek that was studied is a one mile long area in burnt nature park from Newell college to U.S. highway 42 the study lasted seven months يبقى هو ده هل انت كده من اللي احنا شفناه من البراجراف الاولاني تهمت انا ليه او ايه الريبورت ده in the city of Winslow جابت شركة Macdiff عشان تعمل تستادي the pollution في الايه فكريك دي طيب Macdiff بقى وصلت لايه Macdiff completed اللي هو البراجراف الثاني يقول لي when the Macdiff completed 13 tests on four different test dates Wildwood scored fairly well on many of the tests but there were some problem areas for example high level of phosphates were uncovered in the water the phosphates were derived either from fertilizer or from animal and plant matter and waste Also uncovered were a small amount of undesirable water organisms that are tolerant to polluants and can survive in harsh environment هاي بشوانسين حدي يقول لنا كده البراجراف الثاني قولنا فيه هاي بشوانسين ها هوا يعني عملوا تست وفي حاجات تهاي التست في ال Wildwood يعني نكحت فيها في حاجات برضو يعني فيها مشاكل يعني زي high levels of phosphates اه اللي التست دي نتيجاتها هاي level of phosphates بالحيطة اللي مش متغطية والفوسفات ده ممكن يكون جاي من الفيرتلايزر او من بقايا الحيوانات والشجر فيه بردو قليلاً من قليلاً من قليلاً من قليلاً من قليلاً التي يتبعون إلى قليلاً و يمكن أن يتعبون في مباشرة قليلاً وبعد ذلك القليل الثالث كتب واحد اثنين ثلاثة وهي المال ركومونديشن يقوم جاء الرجل الذي هو في قرار سيقرأ هذا الكلام ممكن أن يجعله إما يأخذ قراري إما ما يعرأ يعني يقدر أنه يأخذ قرار من غير ما يقرأ الريبورت حسناً، بعد هذا الكلام يوجد الريبورت الريبورت فيها الريبورت لماذا أنا عملت الريبورت أشتغلت ماذا؟ وفي الفورمات الريبورت هذا هو شكل الريبورت دعوا بالي أن هناك شيء أريد أن أتكلم منها نظر عليها أول حاجة الانترودكشن، لا أكتب إنترودكشن كده، بعدما كتبت هنا بعدما كتبت إنترودكشن، لا أقوم بكتب الانترودكشن، وبعدين أقوم بكتب الانترودكشن، لازم أن أكتب حبة كلامه عن الموضوع أو بتاع الانترودكشن، تمام؟ يعني أكتب أي شيء مثل حاجة ليد كده، ما الذي سأكتبه؟ يعني ما الذي سأكتبه بعد ذلك، لكن ليس أنا إنترودكشن، وبعدين لا يوجد شيء هنا تبقى مكتوبة، وأكتب بروشيكت ديسكريبشن لا تفعل الكلام، لازم أن أقول ما الذي سيأتي بعد ذلك في الانترودكشن، وبعدين بروشيكت ديسكريبشن، هذا هو أول هيدنج وأكتب عليه ما الذي سأكتبه في هذا البروجيكت ديسكريبشن، وبعدين سأكتب هذا البروجيكت ديسكريبشن، وما الذي سأكتبه في هذا البروجيكت هنا أنا كتبت هنا حطيت بوليت، أو الريبورت يعني ليس أنا الذي كتبته، سأجد أنه هو مكتوب بوليت، هل هو نامبرد ولا بوليت؟ اللي قدامنا ده بوليت، ما الذي سأكتبه؟ إمتى سأستخدم بوليت لست، وإمتى سأستخدم نامبر لست؟ هيا مش وانسين النامبر لو كم فيه أوردر، البيئيكت ديسكريبشن الكلام ده مالوش أوردر، اللي هو air temperature وwater temperature، ده كل الكلام ده سيتقاس، وبعدين الريبورت فورمات، ده بيقول لي الريبورت سيمشي كيف؟ يعني بدأ بإنتردكشن، وبعدين مثلا فيه شرح للتست، وبعدين فيه بعد شرح للتست، طلعت تابل في النتائج بتاعت التست اللخصتها، وبعدين فيه ركومنديشن الانتردكشن، لازم تشرح الكلام ده، اللي احنا قلنا بروشيكت ديسكريبشن، اللي هو هنا، وبعد البروشيكت ديسكريبشن فيه اسكوب، اللي انا هعمل، اللي هعمله جوه الريبورت ده، ثالث حاجة بيبقى فيها الريبورت فورمات، أو أنا الريبورت ده سيمشي كيف بالنسبة لي؟ إن أنا مقسمه مثلا لاثنين شابتر أو ثلاثة شابتر، الشابتر أولاني فيه الانتردكشن، الشابتر الثاني فيه التست بتاعي، الشابتر الثالث فيه الكونكلوجين، وهكذا الديسكريبشن، اللي هو بيمشي من الفاكت للأبينين، وممكن يبقى فيه هيدنج وصب هيدنج، وبيبقى برضو متقسم لبالغرافز، وبيبقى فيه إلستريشن لو أنا عاوز أضعها، وفيه الديتيلز الزيادة قوي بقدر أن أنا أضعها في الأمنتسيز أو الملحقة، ده شكل الديسكريبشن اللي أنا عاوز أكتبه، أو بيبقى برضو متقسم لعادي الهيدنج، والهيدنج جواها فيه باراغراف عادي مفيش أي مشكلة، وبقدر أن أنا أكتبه عاوز بإيه بقى الفرق ما بين ده وما بين اللي هو البادي بتاع الريبورت؟ إن بيقدر هنا بتقول عن الحاجات نبزة صغيرة عن اللي أنت هتعمله جوا الريبورت وبتإنفاصيز في المعلومات اللي تحتها في الحاجات اللي ليها أهمية، ولكن ستتشرح بعدين، يعني هنا بتكتب الحاجات وإيه أهميتها من غير ما تشرح ممكن يبقى أكتر من صفحة، وهنا كتبنا أهو الديسكوشن بتاعي، وكذا صفحة، وهل هو ينفع يبقى فيه إلستريشن أو لأ لأ يا باش منسين؟ هم؟ يمكن إيه الدليل على الكلام اللي حضرتك قلته ده؟ هيا برشماند، إيه الدليل على اللي حضرتك قلته؟ إنه هو في المكتوب اللي حيبة فيه إلستريشن؟ اللي هنا أهو، هنا عندي فيه إلستريشن مكتوبة كلمة إلستريشن، دي أول حاجة، تاني حاجة، افتديت إنه هنا كتبت، كتبت الحاجات، مش دي إلستريشن بالنسبة لي، مش دي صورة؟ إنه طبعاً بيقول أو بيذكر دايماً المعلومات تابل في النتائج، ماشيش أي مشكلة إن هي تبقى مكتوبة، الكابشن بتاع التابل، تابل وون فيزيكال تس لو أنت كاتب دول وقايل إنه هو ده تابل، يعني عملته إنسيرت كابشن، وحضرتك بتعمل تابل كونتين، حيطلع في تابل كونتين، حيطلع أن التابل ده برقم في تابل وكل حاجة تماماً بشوانتين؟ نيجي لآخر حتة عندنا اللي هي الـ 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 لازم يبقى فيها الـ يعني بتروح الـ هم اللي بيروحوا، ممكن تبقى الـ الـ وممكن تبقى الـ او ريكمنديشن، يعني بدلاً ما أكتب هنا كونكلوجن وهنا ريكمنديشن، أكتب فوق كونكلوجن وأكتبهم في متأسمين لـ بالنسبة للي قدامنا هنا هم مفصولين أم لا باش مانسين؟ هم هنا مفصولين، كده بدخل كتب الـ شرح الـ طبعاً ما بتكتب ليش، يعني انت كونكلوجن دي تمشي مع الفلوب تعمل الـ يعني ايه تمشي مع الفلوب تعمل الـ يعني أول كونكلوجن هنا هي تبقى في الـ أول كونكلوجن، مش هي آخر كونكلوجن انت وصلت لها، يعني تمشي مع الفلوب تعمل مين؟ تمشي مع الـ ريكمنديشن يستحسن أنها تبقى من كتبة في لو لديهم أوردر يبقى مترتبة، لو مالهاش أوردر تبقى بولتت، مفيش مشكلة، ده بيسهل على الناس أن أنا الـ 1-2-3 ده اللي تقدر تعمله، لو هنا ده كل حاجة مترتبة على حاجة أوليهم أوردر معينة فبنرقبهم، لو مالهاش أوردر معينة مش لازم انهم يترقموا فيبقى بولت بس ده هنا ممكن انت في الـ ممكن ان انت تكتب لست عادي، لكن المشكلة لو تكون هذه الليست ستبقى كبيرة قوي، فيشتحسن أن انت تكتب لكي تلم شوية ما يبقاش الدنيا كبيرة عندك جدا. هناك مشكلة باش مانسين في الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي هيا باش مانسين لا تماما يا دكتور فيه بعد كده بيجي الابندكس او الابندسيس الابندسيس دي اللي هي الملحقات الحاجات اللي انا عاوز اشرحها ان ديتيل وملهاش لازم اقوي انها تتحطك الريبورت بس ممكن فيه ناس اللي هما تكنيكي القوي يبقوا عاوزين يقروها فيه كذا حاجة عاوز ان انا شوفها في الابندسيس الابندسيس بيترتب اي بي سي اابندكس اي بي سي وهكذا وبيجيلي في الـ الابندسيس تحت الـ دي اول حاجة عاوزين نتفع عليه تاني حاجة كل ابندكس لازم يبقى ليه تايتل تمام يبقى اتفقنا ان هما بترتبوا A B C ترتبهم هنا زي ترتبهم في الريبورت يعني مينفعش ابندكس اي يبقى مستخدم بعد ابندكس بي في الريبورت لا ابندكس ايه هو اول ابندكس مستخدم في الريبورت او اول حتة ذكرت لازم يبقى ليه تايتل مو بيتكتب الابندكس in paragraph او تابل زي ما انا عاوز عاوز احط فيها illustration بحطه ابندكس اي ده كتب على باراجراف عادي أبنديكس بي كتب باراجراف عادي أبنديكس سيدة إلستريشن صورة يعني ما فيهاش أي مشكلة فيه مشكلة لحد الأبنديكس سبهنشونسين نعرف ان احنا نكتبهم لأ واضحة الريفرنس دي مش ارترية كتابة الريفرنس دي الريفرنس اللي متاخد منها المحاضرة لو عاوزين تقروا فيها شوية زيت في حد عنده مشكلة في المحاضرة اللي احنا قلناها دلوقتي يا شونسين لا تماما تمام ماشي يا شونسين ان شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي الساعة ثلاثة ونشوف حن نتقابل بعد كده ولا الأسبوع الجاي حيبقى آخر بحضر انتم تحاناتكم جدوال نزل صح؟ اه خلاص تماما شكرا مش منسي دكتور را صمحت تفضل احنا لم المادة ازاي بشكل عام؟ اقرز السلايدز كويس تماما شكرا مش منسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة